موسيقى موجز العاشرة لإخبارياتكم من الجزائر الدولية الإخبارية إنما كنتم مشاهدين مرحبا بكم في المستهل يواصل الرئيس الأغندي يويري كاكوتا موسيفيني زيارة الدولة التي يجريها إلى الجزائر بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ومن المقرر أن توقع الجزائر وأغندا خلال الزيارة التي تستغرق أربعة أيام على عدة اتفاقيات تعاون هذا ومن شأن هذه هي زيارة عزيز الالتزام المشترك للجزائر وأغندا لصالح قضايا القارة الإفريقية وتأكيد تطلعهما لتحقيق السلم والتنمية من خلال الرغبة المشتركة لتطوير العمل الإفريقي في إطار الاتحاد الإفريقي قضت قوة الأمن الموريطانية على ثلاثة إرهابيين من ضمن أربعة فروا من السجن المركزية في العاصمة نواكشوت الأسبوع الماضي وذلك بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن فيما جرى اعتقال الرابع وأفادت وزارة الدفاع والداخلية في بيان مشترك بأن ثلاثة إرهابيين من الهاربين الأربعة قتلوا بعد إطلاق النار خلال عملية بحث نفذها الجيش وقوات مكفحة الإرهاب البيان ذاته أضاف أن ظابطا قتل خلال العملية استشهد ثلاثة فلسطينيين الأحد برصاص قوات الاحتلال السهيوني جنوب غربي نابلس وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال السهيوني أطلقت النار على مركبة تقل أربعة شبان قرب حاجز صر العسكري جنوب غربي نابلس ما أدى إلى استشهاد ثلاثة منهم اعتقال الرابع أصيب ثلاثة جنود سوريين الأحد في قصف صهيوني على ريفي ترطوس وحماه وذكرت وكالة الأنباء السورية سانى نقلا عن مصدر عسكري أن ثلاثة جنود أصيبوا بجروح جراء الرشقات الساروخية التي أطلقت طيران الحربي السهيوني من شمال لبنان حيث استهدف بعض النقاط في ريفي ترطوس وحماه إلى أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لسواريخ الاحتلال وأسقطت بعضها وفق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع نص إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل بأغلبية 195 صوتاً مقابل 112 صوتاً يأتي هذا القرار قرأ مجلس الشيوخ الفرنسي تزامناً مع موجة من المظاهرات الحاشدة التي تشهدها البلاد احتجاجاً على هذا المشروع الذي ينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً بحلول 2030 هذا ومن المرتقب أن تجتمع مجموعة من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من الجمعية الوطنية الأربعاء المقبل في إطار لجنة مشتركة لسياغة مسودة لحل وسط بين الغرفتين وسيتعين عليهما التصويت على النص بشكل منفصل في اليوم التالي ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية التي وقعت في منطقة ناتونا ريجينسي غربية أندونيسيا إلى 44 قتيلاً وأفاد رئيس وحدة العمليات في وكالة إدارة الكوارث في منطقة ناتونا الاندونيسية راجى دارميكا أن عمليات البحث لا تزال متواصلة إثر فقدان 11 شخصاً من جانبي ذكر أمين وكالة إدارة الكوارث والتخفيف من آثارها في منطقة ناتونا صريف الدين محمد أن الكارثة تسببت في تدمير أكثر من 30 منزلاً فيما وصل عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى نحو 23 ألف شخصاً نهاية والموجز يمكنكم المتابعة المزيد من الأخبار على مختلف منصاتنا الرقمية ظاهرة أسفل الشاشة شكراً لكم على المتابعة شكراً لكم على المتابعة